ابدأ من ناهية بالجيزة نهاردة الحقيقة حصل تطور في قضية خطف الشابين على مرأة ومسمع من المرة ومن الجميع في منطقة ناهية عاد الشابين المختطفين أنس عادل وعلي طاها للمنزل بعد أن أطلق المختطفون صراحهم وبعد عودتهم بساعات قليلة تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على تمانية من المتهمين بقطف الشابين وبيتم حاليا استجوابهم وربما يكون فيه جديد في التحقيقات هعرف هذه التفاصيل مع ضيفي على الهوى مباشرة فتحي أبو سلمان المحرر بموقع مصراوي سيدس فتحي مساء الخير وربما فيه أخبار جديدة في هذا الموضوع يا ترى إيه الجديد؟ مساء الخير يا سيد المعتدد مساء الخير على كل المشاهدين أهلا مساء لجيزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة زي ما حضرتك قلت شكلت فريق بحث عالي المستوى بعد الفيديو اللي عرضته حضرتك مباشرة وانفردت به وفريق الأعداد بتاع حضرتك انفرد بالفيديو لحظة الخطف الملسامين لشابين في منطقة ناهية فريق البحث ده توصل إلى تحديد هوية تمانية من المتهمين التمانية دول تم الأبضع عليهم في منطقة بناحية قرى الجيزة شمال الجيزة تحديدا منطقة بيرك قرية بيرك الخيم القريبة من مركز كرداسة تم الأبضع على التمان المتهمين داخل الشقة التي احتجزوا فيها الطالبين المختطفين بعد اطلاق صراحهم بساعات قليلة المختطفين المتهمين بعد تضييق الخناق عليهم وتحديد هويتهم من قبل الجيزة الأمنية تركوا طالبين المختطفين على الطريق الدائري بعد ذلك مباشرة تم الأبضع عليهم وجاري التحقيق معهم وتم تحديد هوية ثلاثة تنين للسهربين بنطقات مدريد أمن الجيزة وقطاعات محافظة الجيزة الصحراء أكتوبر وشمال الجيزة القضية دي عايز أقول لحضرتك أنها كشفت عن تفاصيل كتير الأصابة دي التي ترتبط ببعضها تتنفذ عمليات سطو مسلح وعمليات خطف ومساومة زوي المخطوفين لإعادتهم مقابل مبالغ مالية حتى أنها كونت ثروة مالية كبيرة وعرويات حديثة وأسلحة آلية وبنادق مسلحة ورشاشات تم ضبط زخيرة حية وبنادق آلية مع المتهمين وعربيات تستخدم في تنفيذ عمليات السطو المسلح وتنفيذ عمليات الخطف المتهمين التمانية اللي تم الأبضى عليهم تم اعترفوا بارتكاب أكثر من وقعة واعترفوا بتفاصيل ارتكاب الوقعة الأخيرة وخطف الشابين بس كمان الشابين قدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة والأجهزة الأمن وقالوا أنهم لم يتم تعذبهم أو توجيه أي إساءة لهم وتم معاملتهم معاملة طيبة أثناء عملية الخطف بس الدافع للخطف يعني هل دي عصابة بتساوم الأهالي على دفع فدية زي ما كان شهود العيان لو تفتكر أياميها يتكلموا يعني من يومين أعتقد بس 48 ساعة كانوا صرحوا لهذا البرنامج بأن المسألة دي للمساومة على فدية ولا في خلافات من نوع آخر بص يا سيد معتز التحيئات حتى الآن أكدت وجزمت أن العصابة هدفها الأثناء والوحيد هو جمع الأموال وكل ضحاياها تموا لمساومتهم ودفع مبالغ مالية وفي بعض الناس اللي أصيبوا نتيجة عدم دفع مبالغ مالية اللي حدثة الأخيرة هو تحرير الشابين أنس عادل وعلي طاها دول تم تحريرهم عقب تضييق الفناق عليهم ما حدش كان عارف يحصل إيه إلا من يدفع أسرتهم الفدية المطالبة المطلوبة وهي مليون جنيه 500 ألف على كل واحد فيهم وتم التوصل إلى مكان إخفاء الشابين المختطفين برضو في شقة مستجرة بأحد العقارات الحديثة بمنطقة برك الخيم هل جتلكوا فرصة أن تتكلموا مع أنس وعالي لأن أنا متأكد أنه بيبقى فيه بعض التفاصيل الدرامية بعد إطلاق صراح واحد كان مختطف وكان ربما تتعرض حياته للخطر وبيعيش لحظات في منتهى الرعب اللي في الدنيا ربما هذه اللحظات إحنا مهتمين بأنه نعرف تفاصيلها غير أن هم كانوا بيتعاملوا معاملة كويسة هل خدوا ودوا معاهم هل قالوا لهم أنتوا أهليكم مثلا 100% هم كانوا جمعين معلومات عن الناس اللي بيخطفوهم لأنه لو تفتكر فيه واحد فيهم كان بيسع مين فيكو أنس لما حصلت الواقعة بالضبط ده حصل يا أستاذ معتز أنا النهاردة تكلمتي مع شقيق أنس تليفونيا وكنت أتوجه لإجراء حوار صحف المعاب اللي نقله بموقع مصراوي عندنا لكن الحقيقة هم كانوا لسه عائدين من الاختطاف وكانت حالتهم طبعا أسبوع من الاختطاف وعدم النوم والإرهاق فكانوا مرهقين جدا وحتى الأجهزة الأمنية أخضر شددت عليهم وأشرت بعدم إجراء حوارات حاليا لحين الانتهاء وتقفيل غضية وإغلاق وضبط باقي المتهمين